بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الهادي وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن وهما قوله سبحانه وإن الله لهدي الذين آمنوا إلى سراط مستقيم صورة الحج وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا الفرقان والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعاته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره فالله هو الذي خلق المخلوقات هداها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صورة الأعلى فهداها الهداية العامة لمصالحها وجعلها مهيئة لما خلقت له وهدى هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام وبيّن أصول الدين وفروع وهدى وبيّن الصراط المستقيم الموصل إلى ردوانه وثوابه ووضح الطرق الأخرى ليحضرها العباد وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة وهداهم إلى منازلهم في الجنة وهداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها فقوله الذي قدر فهدى يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية ومن أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناولها اسمه جل وعلا الهادي أولا الهداية العامة وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهي هداية شاملة للحيوان كله ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها هداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وهو ما جاء في الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم سورة الأنعام ثانيا هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وقال تعالى وأما سمود فهديناهم فاستحبوا لعمى على الهدى صورة فصلة وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون سورة التوبة أي أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء ثالثا هداية التوفيق والإلهام صدر لقبول الحق والرضى به قال تعالى من يهده الله فهو المهتد سورة الكهف وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حصرات سورة فاطر وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سورة البقرة وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها سورة السجدة ولذا أمر سبحانه وعباده كلهم أن يسألوه هدايتهم السراط المستقيم كل يوم وليل في الصلوات الخامس وصح في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق وسؤله الوقاية من الضلال وزيغ القلوب وهو أمر بيده سبحانه وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم سورة الأنعام رابعا الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة أما الهداية إلى الجنة فقد أخبر الله عز وجل عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليه من نعم بدخولها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الأعراف وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم الصفات إن تفكير العبد في هذا الإسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه إلى صالح أمره وأن يقيه من الانحراف والضلال اللهم اهدنا إعيك سراطا مستقيما سراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الوهاب وهو اسمه تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع قال تعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ألا إمران وقال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب سورة صاد وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سورة صاد والوهاب هو كثير الهبة والمنة والعطية على وزن فعال في كلام العرب للمبالغة فالله جل وعلى وهاب يهب لعباده من فضله العظيم ويوالي عليه من نعم ويوسع لهم في العطاء وهو سبحانه بيده خزائن كل شيء وملكوت السماوات والأرض ومقاليد الأمور يتصرف في ملكه كيف يشاء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فهو سبحانه يهب لمن يشاء ما يشاء ولا تزال هباته على عبده متوالية وعطاياه له متتالية في أعطاء دائم وسخاء مستمر وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته وذكر توجه أنبيائه والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها فذكر سبحانه من هباته الرحمة التي منى لها نال سعادة الدنيا والآخرة قال تعالى ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا سورة مريم وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا سورة مريم وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آل عمران وقال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك قال تعالى فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين الشعراء وقال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الشعراء وقال تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سورة صاد وذكر سبحانه من هباته المنة على العبد بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة ما يكون به قرة عين الإنسان قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا سورة صاد وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين سورة الأنبياء وقال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة سورة الأنبياء وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب سورة صاد وهذه الهباة المتنوعة بيده سبحانه فهو المالك لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه كما شاء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عالم قدير سورة الشورى وفي هذا دلال على أنه وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومن من الله تعالى المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو جل وعلا يعطي من يشاء من خلقه الأولاد ويمنع من يشاء وهو العليم القدير وقوله يهب لمن يشاء إناثا أي يرزقه بناتا فقط ليس معهن ذكور وقوله ويهب لمن يشاء الذكور أي يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث وقوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاء وقوله ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له أصلا ومن من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الوهاب سبحانه على إفضاله وإنعامه كما ذكر الله تعالى ذلك على نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميه الدعاء سورة إبراهيم والحمد هبى تحتاج إلى حمد فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته